السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الله خير لكم جميعا معنا معلومات متنوعة وكسيفة أيضا رح حاول أعطيكم بشكل سريع ومختصر رح نبدأ أولا بتحذير هيئة الأرصاد الجوية الألمانية الـ DVD من أعاصير ورياح قوية متوقعة وخاصة في المناطق الشمالية من ألمانيا المقاطعات الشمالية وهذا التحذير أدى الآن إلى أن مقاطعة نوتغين فيسفالن كأول مقاطعة ألغت الحضور المدارس غدا بعد هذا القرار بإلغاء حضور المدارس اليوم غدا فقط الخميس بعض الأهالي اعترضت أيضا على هذا القرار بعض الناس يعني ليس لديها مكان لتضع أولادها يعني لأنهم يعملون مثل الأب والأم يعملون وما عندهم مجال آخر فبالتالي حسب ما يبدو يعني حسب المدارس يعني قد تبقى المدارس مفتوحة يعني في مقاطعة نوتغين فيسفالن للي ما عنده مجال آخر للي حابب يوصل أولاده للمدارس ولكن الأهم من ذلك أنه هاي المعلومات التفصيلية حكما المدارس تكون نعطتكم إياها اليوم يعني أو غدا صباحا تتأكدوا منا مرة أخرى لأنه بعض الناس قد لم يصلهم القرار يعني بعض المدارس أرسلت المعلومات عن طريق الإيميل مثلا فبالتالي مقاطعة نوتغين فيسفالن هي المقاطعة الرئيسي اللي ألغت غدا حضور المدارس مقاطعات أخرى لكن كذلك تخذت قرارات مختلفة رح نشوفها الآن يعني حسب المقاطعة مقاطعة زالن مثلا ألغت الآن الحضور الإجبار ليوم الخميس والجمعة إذن ليومين متتاليين وأبقت القرار هذا للأهل يعني إذا كانوا يريدون أرسال أولادهم إلى المدارس طبعا بسبب يعني الطريق إلى المدرسة قد يكون محفوف بالمخاطر مع الرياح القوية بنعرف يعني أحيان أخصان الأشجار ممكن تنكسر يعني أو رياح قوية أمطار يعني عواصف كل هالأشياء فمقاطعة زالن يعني عطت يومين الخميس والجمعة لا يكون فيها الحضور الإجباري طبعا نقطة جدا مهمة كمان لازم نخبر المدرسة طبعا كمان إذا رح نبعت أولادنا وللأ نعطيهم خبر مشان يعرفوا أنه مثلا الطفل ما أجع المدرسة معناته هو موجود في البيت إذن هاي مقاطعة زالن بالنسبة لمقاطعة بغندن بوك ألغت الحضور الإجباري اليوم غدا الخميس إذن المدارس مفتوحة ولكن الحضور الإجباري غير موجود فاللي حابب يرسل أولاده إلى المدرسة أيضا في برلين في مقاطعة برلين أيضا يسمح للأهالي بإبقاء أولادهم في البيت وعدم إرسالهم إلى المدارس يعني تم إلغاء الحضور الإجباري لهذا اليوم طبعا مع شرط يعني إخبار المدرسة بذلك في مقاطعة نيدا زاكسن في الحياة لا يوجد قرار عام يشمل مقاطعة بشكل كامل ولكن العديد من المناطق في مقاطعة نيدا زاكسن ألغت غدا الحضور الإجباري فحسب المكان الموجودين أنتم فيه يعني مثلا في مطارة أوسنابروك بات بيرمونت يعني شاومبوك العديد من المناطق يعني أعلنت عن إلغاء الحضور الإجباري غدا طبعا الأفضل متابعة تعليمات المدرسة وأيضا الاتصال بهم وعيطائهم خباري يعني سواء يعني كل مدرسة إلى طريق التواصل معينة مثلا مع الأنسة أو إدارة المدرسة كمان لازم يعطيون خبر الواحد فمقاطعة نيدا زاكسن يعني ليس يعني بشكل عام إلا ما حسب المناطق أما مقاطعة شليسفيش هولشتاين رح نشوف الآن فهي لم تلغي الحضور الإجباري أو يعني غدا ليس يوم عطلة بالنسبة للمدارس ولكن يعني لاحظوا حتى الاختلاف يعني بطريقة صياغة المعلومة ولكن يسمح للأهالي بعدم إرسالهم إلى المدرسة وإبقائهم في البيت مع إعطاء طبعا خبار للمدرسة إذا كانوا بيخافوا على أولادهم على الطريق إذن بشكل عام لا يوجد إلغاء للا الحضور الإجباري أو إغلاق للمدارس في شليسفيش هولشتاين في مقاطعة غيلاند فالس لم يعلنوا عن إغلاق المدارس أو إلغاء الحضور الإجباري وإنما حسب تقدير الأهل تركوا الأمر يعني تقديري للأهل على وزارة التعليم في غيلاند فالس أنه يعني فيمكن للأهالي يعني اللي غير راغبين بإرسال أولادهم حسب الوضع طبعا حسب المناطق في المقاطعة إذا بشوفوا في خطر في رياح قوية وما بتقولوا توصلوا لأولادكم على المدارس أو ترافقوا يعني فممكن تعطوا خبر للمدرسة وعدم إرسالهم عند وجود ضرورة أو حاجة لذلك أما في مقاطعة باين فلم يتم أيضا إلغاء الحضور الإجباري في المدارس ولكن بعض المناطق الآن سمحت يعني بإلغاء الحضور الإجباري حسب المنطقة في باين فلازم تشوفوا كمان مرة أخرى حسب أطفالكم والمناطق اللي أنتم موجودون فيها والمدارس فمثلا يعني تم إلغاء الحضور الإجباري في مناطق مثل كوبوك كولماخ فونزيدل فشت الجبيغ إذا هاي المناطق راسي لانكايس كوناخ إذا هاي المناطق اللي في مقاطعة باين لإلغاء الحضور الإجباري اليوم غدا أما باقي المناطق لا فالأفضل يعني بقاء على التواصل مع المدرسة إذا كان الوضع طبيعي طبعا ممكن ترسل أولاد كوني للمدرسة عدا عن ذلك يعني يجب إلطاء خبر للمدرسة وحسب المناطق هاي المعلومات المتوفرة على المقاطعات المختلفة في ألمانيا ننتقل الآن للموضوع التالي أيضا الهام جدا اليوم كان اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء وزراء المقاطعات في ختام الاجتماع كان في مؤتمر صحفي للمستشار أولاف شولتس وأيضا هندريك فيست رئيس وزراء مقاطعة نودغين بستفالن وفخانسيسكا جيفاي كمان رئيسة وزراء مقاطعة برلين طبعا الآن أجاء تخفيف الإجراءات أقوى مما كنا توقع كان في تغيير اليوم صباحا لمسودة القرار مرة أخرى ما عملنا فيديو تحدثنا عنه بالتفصيل الآن رح نشوف النتائج سيتم تخفيف الإجراءات في ألمانيا على ثلاثة مراحل مباشرة الآن وبعد أربع ماتس وبعد تساطع عش ماتس إذن أربع ثلاثة وتساطع عش ثلاثة على ثلاث مراحل بعد تساطع عش ثلاثة تقريبا سيتم إلغاء كل الإجراءات مع عدد ارتداء الكمامة في وصلاء المواصلات العامة يعني بشواء بعض حسب الأماكن مثلا مشافي كذا ممكن يتم الالتزام بهالإجراءات ولكن بشكل عام التخفيف جاء أقوى حتى بما توقع فيما يعتبر طبعا شيء إيجابي حتى المستشار أكد على ذلك وأيضا دعا مرة أخرى طبعا إلى أخذ اللقاح وأيضا سيتم نقاش يعني موضوع قانون فرض اللقاح في ألمانيا في الشهر الثالث في ميلس سنشوف الآن التفاصيل في المرحلة الأولى بالنسبة لقواعد الالتقاء المطاعمين أصبح لهم يعني أن يجتمعوا بغض النظر عن العدد نعرف لحد الآن كان عشر أشخاص مسودة القرار الأولى كان عشرين شخص الآن حتى لا يوجد ثقف إذن الناس المطاعمين ممكن تلتقوا طبعا يعني مع بعضكم طبعا ولكن مع ذلك يعني ينصح دائما بالانتباه أو لا يكون العدد كبير يكون فيه مسافة يعني تهوية في البيوت كل هالأشياء فلازم ننتبه لأله ولكن بالنسبة للمطاعم الغير مطاعمين ستبقى الإجراءات قائمة كما هي حتى تساطعش ماتز إذن حتى المرحلة الأخيرة في هذه الحالة يعني ستبقى القواعد المعمول بها حاليا الغير مطاعمين يسمح بالتقاء النقطة التالية إلغاء كل قواعد الدخول إلى المحلات في كل ألمانيا الآن في مختلف المقاطعات إذا باقيت بعض المقاطعات ما تزال تطبقها نحن نعرف في الأيام والأسابيع الأخيرة يعني معظم المقاطعات تدريجيا ألغت حتى قاعدة 2G 2G Plus فالآن يعني بشكل عام سيتم إلغاءة نهائيا وينصح باستعمال كمامة FFP2 في حال لم تكن مفروضة يعني حسب المناطق والمقاطعات في ألمانيا نعرف يعني التزام على الأقل عند الدخول إلى المحلات بكمامة FFP2 حتى لو كانت غير إجبارية فينصح بها أما إذا كانت إجبارية حسب المناطق فيجب أيضا الالتزام بها والآن بعد 4 مارس إذن في المرحلة الثانية سيتم تخفيف الإجراءات أيضا عن المطاعم وأخيرا وسيتم الانتقال من قاعدة 2G Plus إلى 3G أي يسمح لدخول كل الناس اللي إما مطاعمة أو أصيب وشوفي أو على الأقل جيب معك اختبار سلبي فصار فينا ندخل أيضا إلى المطاعم بالنسبة للدخول إلى الديسكوتيك والكلوبس يعني أيضا النوادي فيسمح بدخول إلى 6 تطبيق قاعدة 2G Plus يعني مطاعم أو أصيب وشوفي لازم يكون معه اختبار سلبي أو المطاعمين يكون أخذ ثلاثة لقاحات يعني البوستا أم فون سيسمح لهم أيضا بالدخول بالنسبة لإحتفاليات الكبيرة مثلا مثل مباراة كورة القدم سيسمح الآن يعني بدخول كل الناس المطاعمين أو من أصيب وشوفي وبالنسبة للاحتفالات في الأماكن المغلقة يعني مثلا في الصالات فيسم السماح فقط بستين بالمئة من قدرة الصالات على الاستيعاب كحد أعلى يعني وأن لا يكون العدد أكثر من ستة ألاف شخص وبالنسبة لإحتفالات في الهواء الطالغ يسمح بخمسة وسبعين بالمئة من قدرة يعني مثلا الملعب أو ما شابه ذلك على الاستيعاب على أن لا يزيد الحد الكلي يعني عن خمسة وعشرين ألف شخص إذن جاءت الإجراءات يعني أو تخفيف الإجراءات حتى أقوى مما كنا نتوقع وحسب مسودة القرار الأولى وبعد عشرين مئات سيتم تقريبا إلغاء كل الإجراءات في ألمانيا إذا كان طبعا الوضع أيضا يسمح بذلك يعني ما شفناك التطور كبير لعدد الحالات أو الإنسيدنس فيات أو مثلا ظهور يعني متحور جديد يعني فسيتم إلغاء معظم الإجراءات يعني ما رح يبقى ولا شيء ما عدا الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة هاي طبعا ستبقى في ألمانيا كنوع من الحفاظ يعني على الوضع قدر الإمكان إذن هاي الإجراءات الرئيسية أيضا الهوم أوفيس يعني بعد هذا التاريخ سيتم إلغاء إجباريته يعني ممكن لأصحاب الشركات العمال اللي بيحبوا يرجعوا الشغل ممكن يرجعوا الشغل إذا كان فيه إمكانية ممكن يبقوهم بالهوم أوفيس يعني العمال من البيت هاي الإجراءات الرئيسية في ألمانيا المتوقعة يعني أو اللي تم اتخاذ قرارة بشأنها في الوقت القادم طبعا رح نشوف بعض يعني المقاطعات هي المفروض الترجم الآن هاي الإجراءات إلى إجراءات عملية يعني في المقاطعات وطبعا رح يضل موضوع آآ نقاش اللقاح وفرض اللقاح في ألمانيا لأنه المستشار تحدث عنه في فترة الخريف يعني قد ترتفع الحالات مرة أخرى أو قد يفاجئنا مرة أخرى يعني مثلا متحور جديد هاي النقطة جدا مهمة وبالنسبة الآن كيضا لفرض اللقاح على العاملين في القطاع الصحي 15 مارس نحن بنعرف سيبدأ سريان مفعول هذا القانون على ما يبدو الآن عديد من المقاطعات عم تتراجع وبالتالي تم التراجع بشكل عام عن فرض هذا اللقاح ويبقاء الموضوع بيد مديريات الصحة أن يعود الأمر لها إذا كانت ستطبق هذا القرار فورا في 15 مارس وعمليا يعني فرض اللقاح هيك على العاملين في القطاع الصحي يعني لن يبدأ تنفيذه أو يعني تطبيقه بشكل كامل وفعلي في 15 مارس فيما يعتبر تراجع يعني في ألمانيا غير متوقع كان وهيك بكون عملنا جولة واسعة على أهم المعلومات أتمنى أكون أعطيتكم إيها بشكل سريع ومختصر وفي تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة